المؤتمر هيخرج منه ايه؟ هيخرج منه سياقين سياق للكوكب كله ما يتم تنفيزه ما يتم الاتفاق على تنفيزه وسياق محلي للدولة المصرية انا هستفيد ايه؟ انا هستفيد كتير جدا هستفيد وهنقل لحضراتكم دلوقتي هستفيد استثمارات حقيقية لانه يا جماعة اكتشفنا ان احنا عندنا كنوز منسية او كنوز مهملة زي ما كنا بنتكلم عن رملة السودة بتاعة كفر الشيخ وبتكلم على المشروعات اللي احنا كنا بتاعة بندوس على ثروات سواء محجرية وغيره ايضا لدينا ثروة غير ناضبة مش هتخلص الشمس الريح يعني الرياح والشمس والطاقة المتجددة سواء من الطاقة الكهرومائية سواء سدود وغيره او الطاقة المتولدة من الرياح او الطاقة المتولدة من الشمس كل هذه العناصر موجودة ربنا احبى بها هذا البلد حتى ان العالم كله برة بدأ يشوف مصر نظرة مختلفة البلد دي ما عندهاش بترول كافي صحيح البلد دي ما عندهاش غز غزير يعني صحيح لكن اكتشفوا ان البلد دي عندها شمس يستخلص منها طاقة وعندها رياح يستخلص منها طاقة والاتنين دول يعملوا استخراج الهايدروجين الاخضر بشكل غير مسبوق والناس برقوا تبصوا اوروبا تبصوا والامريكتين يبصوا والعالم كل يبصوا على امكانات الدولة المصرية في مجال توليد الطاقة المتجددة اللي ما بتخلصش يعني كلمة طاقة متجددة يعني غير ناضبة يعني ما بتخلصش يعني مرتبطة بمصدر طبيعي البترول بيستخرج والقبار بتخلص الغاز بيستخرج والقبار بتخلص بيسموه طاقة غير متجددة او ناضبة او بتخلص اللي هو الوقود الاحفوري رغم اهميته الا انه المستقبل هو المستقبل الطاقة المتجددة هل احنا عندنا امكانيات صحيح عندنا امكانيات ضخمة للغاية في هذا المجال طب هي مستغلة الاجابة لأ مش مستغلة ما كانش حد منتبه الناس ما كانتش منتبهة انه يمكن لهذا البلد الطيب انه يكتفي من الطاقة ويصدر طاقة والطاقة مش هتخلص ويمكن انه هو يبقى زي ما الرئيس قال من 2014 بحلم ان احنا يكون عندنا مركز اقليمي للطاقة الطاقة التقليدية الغزو غيره والطاقة غير التقليدية اللي هي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح